عم بتعاني من زنخة الدجاج؟ عم بتعاني من أساوته وعدم طراوته؟ خلينا ندخل المطبخ وصفتنا اليوم جوانح دجاج مثل الفستو ورح تدعيلي على مكونات تطريد الدجاج بشكل عام والجناح بشكل خاص معلقة لبن كبيرة لبن سوري ممكن الزبادي جود بالموجود بيطري اللحوم وبيعطي لون مرقة مخلل عندك حطية بدي كاسي تاخد العقل لأنه فيها خل وسكر والسكر والخل مادة مطرية معلقة التوم هذا التوم من الفريزر بيجنن ابهار أبيض نحن دايما منحطه للسمك وللدجاج كمون نص معلقة ابهار حلبي مات كتري نص معلقة برش ليمون كل ما جبتي ليمون برشي الليمون وايمي بالفريزر طيب يا خالي ما عندي مرقة مخلل اللي حطيتي اللي فيها خل وسكر اش بحط حطي خل انا حطيت هون معلقة لأفرجيكي ولا انتي بتحطي للكيلو معلقتين كبار طيب البديل عصير ليمون الليمون مادة حمضية الخل مادة حمضية طيب بدك تقليلي خالي المكونات الحطيته بتاخد العقل ما في داعي اخط كربونات الصوديوم طيب بدك تقليلي خالي المكونات الحطيته انا مالا متوفرة عندي عطيني البدائل عندك ليمونة بتصير برتقانة تفاحة كيوي هالمكونات كله فيها مادة حمضية مطرية للحوم حطيها بتجنن وبتعطي نكهة رائعة بدي اخط معلقة عسل البديل معلقة سكر نحن بنعرف مادة حمضية زائد مادة سكرية هالمكونات كله ياتها مطرية للحوم بشكل عام الجوانح غسلتها بماء بارد مسلج وفركتها ببشرة ليمون معلقة وجبنا السكينة وعملنا شق بالمنتصف وشق على اليمين وشق على اليسار مشان الخلطة تتغلغل بداخل الجوانح تعطي طراوة ورح تصير مثل الفستق الدوب في تمك دوبة المكونات اللي ضفتها هي بتفيدك لتطريط الدجاج بشكل عام إيش ما كان نوعه ما تخافي إن كانوا أفخاد وإن كانوا دجاجة كاملة منخلط هالجوانح بوعاء أكبر ومنضفلن ملح وفي مكون رئيسي هو مطري للدجاج وللحوم بشكل عام اللي هو الزيت أو الدهنة بيعطي طعمة مميزة زائد طراوي بس أنا ما بنصحك فوراً تحطي مع المطريات تقولي لي يا خالي إيش هالفز لكي ليش دعطيكي مثال إدهني كفك زيت وحطي مطريات وسائل ماء يا ترى كفك بيشرب السوائل لا لأنه الدسم والزيت مادة عازلة مشان هيك بنصحك بعد تخليط الجوانح أو الدجاج بالمطريات بتتركيهم لمدة ساعتين بعدين بتحطي معلقة دهنة سيحية وممكن البديل زيت وبدك زيت ودهنة حطي معلقة زيت ومعلقة دهنة بعد ما بتريحية للدجاجة بساعة تعطيه فرصة تشرب المطريات وتاخد المطريات مفعولة بالدجاجة أو بالأفخاد أو بالجوانح حطيت معلقة زيت وحطيت معلقة دهنة أنا بحضرها بالبيت بجيب دهنة بسليها وبعدين بعبيها مطربانات بصفية وبستعملها بطبخي بديل السمن حطيت الجوانح بالكيس وقلت لهم قضوي المفروض بعمل حط تحضير قبل خمس ساعات وممكن قبل ما تنامي وتاني يوم منا نحضر الخلطة اللي بتتقدم جنب الجوانح معلقة توم صغيرة وزيت وحمض ليمون كاسة ومنخلطن هاي بتتقدم جنب الجوانح أو بتصبية فوق الجوانح اسمها جوانح امطفاي منزلي الطريقة بقناتي بس اليوم جمعة جوزي حب يشويون عند اللحام ما بدو يعزبني راح شواهن مع فليفلي حدي وخبز حضرتو جبت دبس فليفلي وبصل جوانح وبق دونس ومرضغتو للخبز وحطينا الجوانح فوقو وكانت أكلي مميزة ومثل الفستو وللأمانة ما تظلمو للي شواهن الجوانح ما لو حيرقون أبدا بس الكاميرا ما خدمتو أبدا والله عم بدوبوا بتتم دوابان شوفوا العظم انتسفوا كلن كترو عملو أربع كليات تلات كليات لأنه فعلا طيبين أطيب أطيب من الفخاد خصوصا وقت بتحطوا هالخلطة اللي قلت عليها التوم والحمض والملح يا سلام والزيت الزيتون أكلة بتجنن وغموس بالعشرات ما تنسوا اللاي وتفعيل جرس الإشعارات والمشاركة على أكبر نطاق لحتى أكبر عدد ممكن يستفيد من هالفيديو المفيد رح أحط لكم رابط فيديو الجوانح المطفاية شلون تعمليها بالبيت وإذا بدك تغدي طعم شواء المنقل شلون تشعلي الفحمة والدخنيهم للجوانح وبهيك حالي ما بتعتازي اللحام يشوي لك ياهن أو الأصاب بالمصطلح الحلبي يشوي لك ياهن وتوم وحمض وزيت زيتون وخبز مدهون بفلافلة وبقدونس وممكن بصل ويا سلام